السلام عليكم تحية طيبة للمشاهدين والمشاهدات كنتم نتكون بخير على خير فأفضل أحوال ديركم إن شاء الله مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من الفيديوات التي كنا نتحدث فيها عن الأخطاء التي يرتكبها التلاميذ أثناء الكتابة الفلسفية في الفيديوين السابقين تكلمنا على الأخطاء التي يرتكبها التلاميذ في مرحلة الفهم يعني المقدمة تكلمنا في الفيديو الثاني على الأخطاء التي يرتكبها التلاميذ في مرحلة التحليل في هذا الفيديو هذا إن شاء الله سنتكلمه على الأخطاء التي يرتكبها التلاميذ أثناء الكتابة في مرحلتي المناقشة والتركيب سواء تعلق الأمر بالنص يعني بصيغة النص أو القولة أو السؤال فطريقة الداخلية وكين كذلك المناقشة الخارجية صفي؟ كين المناقشة الخارجية شنو كنقصدو بالمناقشة الداخلية وش كنقصدو بالمناقشة الخارجية؟ المناقشة الخارجية كنقصدو بها هي استحضار المواقف الفلسفية استحضار استحضار المواقف الفلسفية وهنا سوف نحاول نبيل لكم الأخطاء التي يرتكبهم تلامت في هذه المرحلة هذه المناقشة الخارجية بالإضافة المناقشة الداخلية التي نبرز فيها قيمة الأطروحة وحدودها إبراز قيمة الأطروحة وحدودها وحدودها من بين الأخطاء التي يرتكبها التلاميذ في هذه المرحلة المناقشة التي عليها خمسة دموقات هي أن بعض التلاميذ كتلقاهم فقط منغمسون ومنشغلون ومنكبون على المواقف الفلسفية كتلقاك يذير ثلاثة المواقف الفلسفية ولا ربعة المواقف الفلسفية وكيعتقد بأنه صفير أخدم ولكن الأساسي في مرحلة المناقشة هي المناقشة الداخلية لماذا؟ لأن المناقشة الداخلية عليها ثلاثة ديال النقاط المناقشة الخارجية التي هي المواقف الفلسفية لها جوج ديال النقاط إذن شنو اللي عندي مهم هنا في مرحلة المناقشة؟ وش هو المواقف الفلسفية ولا إبراز قيمة الأطروحة وحدودها؟ بطبيعة الحال الجواب واضح لأساسه هو المناقشة الداخلية نحن نبرز قيمة الأطروحة يعني نبرز ما تؤكدوا عليه الأطروحة نبرز نقاط القوة ديال الأطروحة نبرز الراهنية والأهمية ديال هاد الأطروحة هاد وفي الحدود نحاول نشوف تهافت ديال هاد الأطروحة نشوف نقاط ضعف ديال هاد الأطروحة لعلى المستوى الحجاجي لعلى مستوى الراهنية والحضور ديالها على أرض الواقع يعني عندي فيديوهات سابقة على المنهاجية يمكن لكم ترجعوا لها وتشوفوا بالتفصيل هاد المسألة ديال قيمة الأطروحة وحدودها إذن شنو خصني ندير؟ خصني نركز هنا بشكل كبير على مسألة القيمة وعلى مسألة الحدود صفي؟ هدا هو اللول هدا هو الأمر الأول الأمر الثاني المرتبط بالمواقف الفلسفية كتلقى التلاميط شنو كيكتبوه؟ كيكتبوه فقط يارى ويرى ويرى يعني ما كتلقاش واحد النقاش يعني في المناقشة الخارجية شنو كنديرو؟ كنحاولوا نقشو هادك الأطروحة يعني هاد الأطروحة هاد اللي هي ديال صاحب النص مثلا صاحب النص أو القولة أو السؤال هادك الأطروحة اللي عندي في النص والقولة والسؤال كنحاول نقشها بالمواقف الفلسفية كنجيب مثلا روني ديكارت كنقول أن روني ديكارت يبدو أنه ينتقد صاحب النص لأنه يرى أنه كذا وكذا عندي مثلا جولوك نقدر نقول مثلا أن نجد جولوك يؤيد الطرح الذي ذهب إليه صاحب القولة يعني نحاول نحاول نشوف طبيعة العلاقة اللي كان ما بين ديك المواقف الفلسفية وما بين ديك الأطروحة اللي عندي في النص ولا القولة ولا السؤال إذن كنتمنى أن نكون في المواقف الفلسفية ما تبقاش غير تكتب يارا 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 الله يجزيكم بخير وما تمشيش تعول على خمسة ديال المواقف واربعة وثلاثة ديال المواقف باش تقول رأي ندرة المناقشة مزيدة لا ركز ليا سيدي على قيمة الأطروحة وحدودها جيب فيها ثلاثة وخدم بمواقف فلسفي وجيب جوج ديال النقاط هي خمسة في المناقشة صافي كنتمنى تكون هاد الأمور المرتبطة بقيمة الأطروحة وحدودها إيا هادك صافي واخا من بعد ما لك نسأليه والمناقشة عندي التركيب إذن المرحلة الآخرة إذن احنا قلنا نشوفه المناقشة والتركيب ها أولا المناقشة ثانيا غدا نتكلمو على المرحلة ديال التركيب المرحلة ديال التركيب هي مرحلة بسيطة وسهلة جدا ولكن للأسف تجد أن التلاميذ لا يحصلون على ثلاث نقاط المرتبطة بالتركيب التركيب كنديرو فيه جوج ديال الأمور عندي الأمر الأول هو استخلاص استخلاص نتائج التحليل والمناقشة وركز معايا مزيلا استخلاص المناقشة استخلاص نتائج التحليل والمناقشة ثم عندي الرأي الشخصي الرأي الشخصي المدعم بالحجج الرأي الشخصي المدعم بالحجج غادي نكتب غير المدعم صفي بالحجج ها أنت عرفتيها إذن شنو كنديرو هنا في هذه المسألة ديال التركيب أولا بعض التلاميذ شنو كيديرو كي عاود يكتب لك الأطروحة ديال اللي عندو في النص أو اللي عندو في القولة أو اللي عندو في السؤال كي عاود يكتبها كما هي لا مخصكش كتبها كما هي شنو خصك دير خلاصة خلاصة ديال التحليل خلاصة للتحليل وهذه الخلاصة ديال التحليل حاول تكتبها بأسلوبك الخاص صفي كتدير خلاصة ديال التحليل ثم بعد ذلك كنديرو خلاصة ديال المناقشة خلاصة للمناقشة عندك مثلا جوج ديال المواقف عندك الموقف X و عندك الموقف Y شنو غادي تدير غادي تعاود تلخصهم بأسلوب مغاير الخلاصة ديال التحليل غادي تعاودها بأسلوب مغاير الخلاصة ديال المناقشة غادي تعاودها بأسلوب مغاير تولي تلخص لنا الموقف ديال الفيلسوف X مثلا في سطرين تلخص لنا مثلا الموقف ديال Y في سطرين والموقف ديال الأطروحة مثلا في سطرين هي الستات أسطر عندك مثلا إذن هنت نجزي ما يسمى باستخلاص نتائج التحليل والمناقشة فيما يتعلق بالرأي الشخصي شكرا قصده بالرأي الشخصي يعني رأيك أنت رأيك أنت في الموضوع رأيك أنت في الموضوع بمعنى كتعطي وجهة نظر ديالك كتقول مثلا من وجهة نظري يمكنني أن أؤكد على أن هكا قصد ندير مثلا بعض التلاميذ والخطأ الشائع والكبير المتداول بين التلاميذ إشنا هو هو أنهم كيكتبوا ما يري من وجهة نظري أرى من وجهة نظري أرى أن موقف صاحب النص هو الأقرب إلى الصواب هو الأقرب إلى الصواب وهذه الجملة هذه منين جابوها؟ هذه الجملة هذه منين جابوها؟ هذه الجملة جابوها من ذلك المنهجيات الجاهزة اللي داروا هالشي وحدي لا علاقة لهم بمادة الفلسفة آه صاحبي الله يرضى عليك أنا كنقول لك رأيك أنت رأيك الشخصي أنت ما تقول لك أن موقف صاحب النص هو الأقرب إلى الصواب صاحب النص رأى أعطى وجهة نظر دياله ودافع عليها بالحجاج والبراهين إذا أنت أعطيني الرأي الشخصي ديالك ما تتخبل لك مور صاحب النص ولا تقول لك أن روني ديكارت هو الأقرب إلى الواقع أو لأن شوبيل هاور هو الأقرب إلى الواقع لا هذا خطأ وهنا ما غاليش نقول لك تلميذ معذور ولكن تلميذ يتحمل المسؤولين وش أنت تشوف مثلا هذه الجملة هذه في نظرك أنت عزيزي التلميذ وش هذه الجملة صحيحة من وجهة نظري أن موقف صاحب النص هو الأقرب إلى الصواب الله يا ذيك أنا شنون المطلوب منك ما قلنا لك شنون المطلوب منك هو تقييم الأطروحة للصاحب النص تقييم أطروحة للصاحب النص رأيك درتيها هنا منك تقول أن موقف صاحب النص هو الأقرب إلى الصواب يعني كتعطينا أنت القيمة ديال الموقف ديال صاحب النص لا أنت درتيها هنا يا إذن هنا شنو خصك تدير؟ هنا خصك تدير وجهة نظر ديالك الخاصة بك تقول من وجهة نظري يبدو لي أن هذا الإشكال المرتبط بالغاية من وجود الدولة هو إشكال مثلا عرفة مجموعة من النقاشات كل فيلسوف قدم رأيه وبالنسبة لي أنا أرى أن وجود الدولة يرتبط بكذا وكذا وأن غايتها تتمثل في كذا وكذا يعني كتعطي وجهة نظر ديالك أنت وكتدعم هذه الوجهة نظر بالحجاج والبرهين بمعنى هنا كتحاول أنك تكون فيلسوف إذن إلى هنا أعزائي المشاهدين أكون قد أنهيت معكم هذه الحلقة المرتبطة بالأخطاء التي يرتكبها التلاميذ أثناء مرحلتي المناقشة والتركيب إذن كتشوف هذا الفيديو أول مرة ومازالما تطلعتيش على الفيديوين المرتبطين بالتحليل والمقدمة أتمنى أن تعود إليهما فهما مفيدان جدا سيوضحان لك الأخطاء التي يرتكبها التلاميذ أثناء الكتابة بصفة عامة إذن ما بقي لي إلا أن أقول لكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر